قد يكون سكان الأحياء الشعبية سعيدين بحياتهم رغم تدني الخدمات في شبارعهم لكن تدني الخدمات قد ينطوي على خطورة على حياة السكان هذه لقطة أو قبسة التقطت من فيديو من أحد أحياء محافظة الشرقية في مصر شارع هادئ ضيق وهي من كاميرا مراقبة تلاحظون فيه ثلاثة مرة هذان طفلان عمود الإنارة هذا عمود مكهرب والطفل يقف بجانبه الطفل سيلمس عمود الكهرباء بل سيمسك به ثم تلتقطه الكهرباء ستمشي الصورة بعد قليل أمسكته الكهرباء فور إمساكه انظروا وقع بالأرض بدأت بصعقه سائق التكتوك لا يعلم ما حدث إلا أن سيدة ركضت تولول والطفل ما زال ملتصقا بالعمود الطفل أغمي عليه بعد ثواني من الصعق على كل حال أحد أصحاب المحال التجارية سمع ولويل المرأة ركض عليه انتزعه بسرعة البرق من قدميه وقع على الأرض حمله ويبدو أن الطفل فاقد الوعي بالتأكيد سعقة كهرباء قوية تم إنقاذ الطفل وكان بحالة جيدة انظروا إليه وهو يحمله الآن ما زال يرتجف لأنه كان يتعرض لسعقة كهرباء كان مغمى عليه وتم يقالوا إنه نجا أشاد المغردون بالشاب الذي أنقذ الطفل سيتيجلاس تقول ده إهنال عشان الفقير ملهوش دية في البلد السيد شريف يقول استهتار بأرواح الناس ولسه كمان الشتاء ومطر وربنا يستر على أرواح أهالينا لازم الدولة تدخل تشوف حل لأعمدة الكهرباء ولكل شوية لازم يموت فينا خمسة أو ستة طيار خولي يقول يعني ده محدش كرمه مع العلم أنقذ حياة طفل وضحى بنفسه نونة الهدى تقول طيب هو ليش انصعق إذا لابس برجلي حذاء مو يقولون اللي لابس حذاء ما يتعرض لسعقة كهرباء لا أعلم هكذا يقولون شكير يقول المفروض مراقبة عواميدي الكهرباء من قبل الدولة واكتشاف ووجود أي خلل يسبب صعق الحمد لله الطفل بخير طلب أهالي القرية مسؤولي الكهرباء بضرورة فحص أعمدة الإنارة واستبدال المتهالك منها أوعز الدكتور محمد أو ممدوح الدكتور ممدوح غرى محافظة شرقية باستبدال العمود يقول قام الفنيون بهندسة الكهرباء بعمل لازم وإصلاح العطل وزراعة عمود بديل جديد بجوار القديم تمهيدا لنقل التيار الكهربائي عليه ينضم إلي عبر خدمة سكايب من محافظة الشرقية بمصر منقذ الطفل من سعقة الكهربائية محمد إبراهيم عيد مرحبا بك يا محمد إبراهيم كيف خطر في ذهنك أن تقوم بهذه السرعة بسحبه يعني هل تعلم أنه كان مكهربا كنت عارف أنه متكهرب طبعا أنا بجري عليه وعارف أن الكهرباء مستكايب بس ما كانش فيه وعي أصلا دماغي ما فكرت كانت حركة لا إيرادية منك أنك سحبته على الفور عندما سحبته كيف كانت حالته كان يرتجف كيف تم إنعاشه أخذته إلى المستشفى ماذا حدث كان فيه ممرضة بالمدريس لسه ما بيطع عليها بعد مجرد أن أنا قاف لها عشان خطر تعمله الصدمات القلبية والإسعافات الأولية والحمد لله على الفطور رفاق بالنسبة للطفل بالنسبة للعمود الآن يقال إنه تمت تركيب عمود يعني غير العمود الذي كان مكهربا هل حلت المشكلة؟ بالفعل بعدها بيومين بالفعل جاء حد من الكهرباء والوحدة المحلية بالقرية وغيروا العمود الذي كان فيه المشكلة ماذا قال لك أهل الطفل بعد هذه الحادثة؟ طبعا الفرحة مستيعاهم وكل اللي أنا نفسي فيه طبعا أنا عملت ما كانش عشان حاجة يعني ده الوجه اللي طيب لماذا لم ينقذ أحد من المارة الطفل عندما رأاه لم يكونوا يعلمون ما به؟ لا كل عارف أن الكهرباء صعب أن يحد يخش عليها مش أي حد يخش على الكهرباء يعني وهي كت يعني طبعا أنا لو كنت فكرت سواني معدودة كان الطفل ما فأنا مفكرتش تفكير ربنا عطل مخي في الوقت ده كم استغرق إن عاشوا الطفل عندما تم إنقاذه؟ سواني معدودة يعني هو بالزبط قعد في الكهرباء سبع تمن سواني عبال ما رح تله وبرضه سبع تمن ما كملش سواني برضه يعني خمس سواني ست سواني عبال برضه مفاق بالنسبة لهذا العمود كان على هذه الحالة لأي مدة مثلا ده بقاله كتير قوي يعني نطلعنا لأينا العمود ده موجود يعني أنا عندي 31 سنة العمود ده موجود العمود موجود لكن كان فيه كهرباء كان مكهربا لا 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 هي الكهرباء ظهرت في نفس اليوم يعني في نفس اليوم الست اللي هي صارخت دي قالت لي إن العمود فيه مشكلة وحد اشتكى منه عشر دقيقة بالضبط اللي هي بتصرخ إن ببص لقيت الطفل ده واقع جنب العمود طبعا بدون تفكير وبدون أي قرار جريت شديت الطفل زي ما حضرك شكرا كل شكر لك كنت معي عبر قدمات سكايب من محافظتي الشرقية بمصر منقذ الطفل من السعقة الكهربائية محمد إبراهيم عيد شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها